انا الدولة والدولة انا عمر هذه المقولة يربو عن ثلاثمائة عام قائلها الملك الفرنسي لويس الرابع عشر اما من احياها فزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله الذي اطل مؤخرا في خطاب متلفز جرت ريحه فيه عكس ما يشتهيه ساسة اللبنانيون يريدون لمعضلة تشكيل الحكومة ان تحل فكان خطاب نصر الله نعوة للعملية السياسية في لبنان ساعة ونصف استهلها الرجل بالبسملة وختمها بالتهديد اسمعوا يا لبنانيين والسادة الكبار وأساء وزراء وبطاركة ومشايخ ومفتين ومطارنا والكل يسمع من اول يوم بلش ينحكى بالتشكيل الحكومي نحن حكينا مع المعنيين ومع وئيس المكلف الشيعية السياسية هذا ما يريده نصر الله وفق مراقبين مهد لذلك منذ الفين وخمسة ثم غرز اظافره بجسد لبنان السياسي الهش عبر انتخابات ايار الفين وثمانية عشر ليصل الى حدود اقامة مراسم الدفن النهائية لاتفاق الطائف فالرجل لم يستثني في خطابه الاخير احدا حتى الرئيس ميشيل عون الذي فضل الصمت ولم يهمس ببنت شفا وكأن نصر الله وضع الجنرال في متاهته وفرض عليه امرا واقعا مفاده انه لا حكومة الا على ذوق الحزب وقياسه هذا مش حجبنا لا حجبنا النيابي كعمل حزب الله لم يات ذلك من فراغ فذاحثون ومحللون سياسيون على دراية بادبيات الحزب والمخزون المذهبي والمسلكي لمرجعياته شككوا في مشروعه وكانوا اقل اطمئنانا لبراءة خطابه السياسي الزاهد في النفوذ والمناصب كما انهم حذروا من الرافعة الانتخابية التي اوصل عبرها الحزب نوابا سنة الى البرلمان مشيرين الى انه سيستغل ذلك لاحقا واندق جغنب الاهد من طالب بعشواء من نزل الى 8 بس ما من نزل الى الست ما يحدث اليوم يشرح وجهة النظر تلك فيصرار الحزب على اكمال اختراقه للكتلة السنية التي تشكل التحدي الاكبر له من جهة الثقل الديمغرافي يأتي بعد شقه للصف المسيحي وابتزازه للدروز بحرمان زعامتهم الاكبر من تمثيلها الحقيقي في البرلمان بينما ميليشياته تضع يدها على مفاصل السلطة وتكبل يد لبنان عبر تسببها بفرض عقوبات امريكية عليه وحتى يطل الرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات القليلة القادمة للرد على خطاب حسن نصر الله يظل مصير تشكيل حكومة لبنانية معلقا بين خطابين مصير حقا بين خطابون يعني نصر الله أنا كانت تشكيل حقا بين خطابين